مش احنا بنتكلم على الصناعة وبنتكلم على الاقتصاد خلونا كده نشوف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء نشر لنا ايه مركز الاعلامي تفضل مشكورا بنشر تقرير معلوماتي يتناول رصد للمؤشرات الدولية مؤسسات التصنيف الاقتماني وحط له عنوان كيف كنا كيف اصبحنا طيب بناء على التقرير ده هنقدر نحاول نفهم هل الاقتصاد المصري اداءه ضعيف طيب اداءه متراجع اداءه عادي اداءه قوي اداءه مستقر اداءه متصاعد كل دي اسئلة من حقك تسألها بالمناسبة ماشي مين اللي هيجاوب عليها هل اللي هيجاوب عليها برنامج التأسعة او يجاوب عليها المركز الاعلامي اطلاق المركز الاعلامي عمل لنا التقرير ورتبه وبيعرضه احنا شغلتنا نشرح التقرير وبالتالي اللي هيقول الاداء الاقتصادي عامل ايه هي المؤسسات اللي في التقرير ده طيب تعال نشوف مع بعض واحدة واحدة كده هم 11 صفحة مش هطول صدقوني بس لازم اخد الحداشة الصفحة لانه بجد مهم ومهم جدا كمان واحدة بنتكلم فيه ظل ان احنا عاوزين نعمل استثمارات وعاوزين نشجع قطع الخاص في الاستثمار الصناعي الى اخير وتعال نبص كده واحدة واحدة المؤشرات الدولية اخد بالك ايه مش مؤشرات محلية مؤشرات دولية بتقول ايه اين كنا وكيف اصبحنا اداء قوي ومتصاعد واخد بالك اداء قوي ومتصاعد ده ده عنواننا للجمهورية الجديدة في كافة القطعات التنموية ازاي ده عام يوسف اقولك تعال نشوف كده مؤشرات الاستثمار الاجنبي المباشر RMB بتقول انه في او ان مصر تقدمت خمس مراكز في مؤشر جاذبية الاستثمار في افريقيا فكنا سنة 2014 مركزنا السادس كدولة جاذبة للاستثمار عشرين عشرين بقينا المركز الاول والسلام عليكم ده بس ايه صباح الفل ده افتتاح تعال على اللي بعض وبالمناسبة لأ اللي بعضه ايه مجديد اللي بعضه اللي اسم ايه يا جرح انا الحقيقة تكملت الصباح فبالمناسبة عشان تبقى فاهم المؤشر لما بيجي قيم RMB ده لما بيجي قيم بيقيم ازاي وبيقيم الفرصة ويقيم المخاطر اللي ممكن يصادفها المستثمر فاحنا عمليا نمر واحد على المستوى الافريقي تعال نشوف يوان يوان سي تاد بيقولوا ايه بيقولوا احنا تقدمنا مركزين مركزين في ايه بقى فمؤشر الاستثمار الاجنبي المباشر انا في 2014 كنت في المركز الرابع ف2021 بقيت في المركز التاني طيب ده تقييم على ايه بقى هنا ده تقييم على حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة اجنبيا بالايه بالمليار دولار طيب تعال نشوف فتش سولوشنز بتقول ايه بتقول حافظت مصر على موقفها ايه يا ترى الضعيف المستقر ولا القوي لا قالوا القوي منذ صدور مؤشر متعقب الاصلاح وسجلت ستة من اصل عشر درجات طيب ايه مؤشر الاصلاح ده بيقيم ازاي يا جماعة مؤشر الاصلاح ده لما بيجي بيقيم بيقيم الاقتصاد بصورته الاساسية ومنها الاصلاحات المالية الاصلاحات النقدية والتجارة والاستثمار يبقى اما يجي يقول لي انت موقفك قوي اقول له طب بنقا علي ايه يقول لي والله إحنا شبنا الإصلاحات المالية بتاعتك لإنا موقفك قوي بصنا على الإصلاحات النقدية بتاعتك وسياساتك النقدية لإنا موقفك قوي شكل التجارة بتاعتك في إصلاحاتك فيما يتعلق بالتجارة بشكل نعام لإنا موقفك قوي شكل الاستثمار لإنا موقفك قوي إذن فإحنا بندي لك 6 من 10 مع الحفاظ على تعبير الموقف القوي تعال نشوقه ده إيه؟ ده فتش سولوشنز ده مش حد تاني تعال نشوف بقى إيه؟ بيقولوا إيه؟ قالك ده تحسن للتصنيف اللي اتماني ازاي تعال نشوف فيتش ريتنج بقى 2014 انت كنت عندك نظرة مستقبلية مستقرة ولكن تصنيفك كان بي فقط لغير في 2020 بقيت بي بلس وتصنيفك برضو نظرة مستقبلية مستقرة لكن بي بلس مش بي وخلاص طيب تعال نشوف موديز وبالمناسبة مهم انك تشوف لانك انت هتعمل ايه انت هتقرأ اللي بالعربي اقولك لا قبل ما تقرأ اللي بالعربي انا كنت ايه كنت CAA1 تقدمت القدام وبقيت B2 صحيح بيقولك قبل كده كانت وانت CAA1 نظرتك مستقرة بس وانت C تحت كده مستقرة على C عشان بس تبقى فاهم طيب وبعدين انا بقيت B2 قالك بس يعني المؤشر ما احنا بقى القانين طيب ها قالك النظرة المستقبلية سلبية ده موديز وده عن مايو 22 أسهل حاجة بالمناسبة ما كناش نحط لك الحتة دي يعني كناش نحط لك الحتة دي يعني كناش لنا الحتة بتاعت موديز وما قلنهاش ده أسهل حاجة صح سهلة بسيطة يا سيادة كنتش تاخد بالك يعني كنت تعدي لكن لا ليه عشان هو انت حقق الأصيل انك تعرف كل حاجة وبمنتهى الدقة تعالي نشوف بيقولوا ايه بيقولوا يا جماعة انتوا في 2014 كنتوا بي ماينس والنظرة مستقبلية النظرة مستقرة ولكن على البي ماينس يعني انت ثابت على بي ماينس جينا في عشرين اتنين وعشرين بقينا بي وبرضو النظرة مستقرة تعالي ناخد اللي بعدها النمر اتنين صفحة اتنين طيب لجتم انستيوت بيقول الاتي بيقول مصر تقدمت في مؤشر الانفتاح الاقتصادي طيب يعني ايه الكلام ده ناخدها بقى دي واحدة واحدة يعني انت في عشرين اربعتاشر كم مركزك رقم مية وعشر في عشرين عشرين بقيت مية واثنين فتقدمت مصر خد بالك بقى انا نلبسنا ننظرة عشان لازم ابصوا على الحاجات اللي عندي هنا لان انا حتى وهي على حيط ما بقيتش شاية بقيتش مش خالص يا جماعة والله فانت تقدمت تم المراكز خلال ست سنين من اربعتاشر لعشرين عشرين طيب المؤشر ده بيقيم ازاي المؤشر ده بيقيم الفرصة الخاصة بالانفتاح على التجارة والاستثمار وريادة الاعمال والحوكمة يعني ايه يعني هل انت دولة تشجع الاستثمارات الخاصة اه هل انت دولة تشجع ريادة الاعمال اه هل انت دولة تشجع عمليات الحوكمة في هذا العمل اه انشاء الشركات انشاء المنصات انشاء اه طبعا يعني طب معناه ايه معناه ان انا اشتغلت على بنية تشريعية تضمن للكل حقوق طيب تعال نشوف World Economic Forum بيقول المتدلق في صادي العالمي بيقول ايه بيقولك انت في 2015 كان مركزك 95 يا خبرة بيض هنطلع كم مركز يعني في 20 واحد وعشرين ايه نطلع دينا يجي 60 مركز كده مثلا استحالة استحالة ولا استحالة ولا حاجة اه كنت 95 بيقى 38 ايه الاستحالة اللي افضل اشتغلت هي اصلي بص خلي بالك الرشدة سهلة فياش اي حاجة صعبة اي حاجة صعبة مش موجودة لانه الرشدة بمنطقة البساطة اشتغل ما عندناش فلوس اشتغل ما بصدرش كفاية اشتغل بس تورد كتير اشتغل عايز الحاجة ترخص اشتغل مفيش اي اجابة تانية اشتغل بص بق تقدمت مصر في مؤشر بيئة الاعمال 57 مركز يا مؤمن 57 مركز طيب بنعتمد في هذا المؤشر على ايه بقى المؤشر ده بيعتمد على اكتر من ركيزة منها على سبيل المثال انه مصر اشتغلت على حقوق الملكية ده على سبيل المثال تأثير القوانين والتشريعات زي ما كنت بقولك قبل كده تأثير القوانين والتشريعات على بيئة الاعمال والاستثمار منا علشان اتقدم في مؤشر بيئة الاعمال لازم المستثمر الواطني والمستثمر العربي والمستثمر الاقليمي والمستثمر الدولي يبقى ضمن استثماراته وضمن منظومة التشريعات التي تضمن بيئة عدالة تضمن له ايه بقى تضمن له انه يعرف يخرج استثماراته دي وقت ما يحب والله انا عاوز كسبت فلوس طب عاوز احاول الفلوس دي على بلدي حاول طب حصل لقدر الله تخرج ما بيني وبين شركائي هتتخرج بسهولة ويسر وبعدالة وده الاهم طب عايزة صفي لقدر الله شغلي صفي يبقى البيئة التشريعية نفسها اتطورت لهذا السبب حضرتك تقدمت سبعة وخمسين مركز في مدة قد ايه ست سنين من خمستاشر لواحد وعشرين تعالي نشوف IESE لابسن سكول يونيفورستي بتقول ايه يا سيد بتقول ايه بقى بتقول لك انه مصر اتقدمت سبعتاشر مركز في مؤشر جاذبية الدول لرأس المال المغامر وحقوق الملكية الخاصة احنا في ستاشر يعني في الخمس سنين دول في ستاشر كنا المركز سبعين في واحد وعشرين بقىنا في المركز تلاتة وخمسين طب انا بقيس ازاي بقيس على بيئة الاستثمار هل البيئة مواتية ولا لأ هل هناك سهولة في اداء معاملات الاقتصادية ولا لأ واضح ان فيه سهولة او ماشين في هذا الاطار هنرجع تاني على اللي جوتوم انستيتيوت اللي بيتكلم هنا تحتية والوصول للاسوأ انا تقدمت ست مراكز احنا هده كل ده بنتكلم على العالم عشان بس نتم افاهم يعني كنت المركز واحد وتسعين بقيت المركز خمسة وتمانين في الفترة ما بين تسعتاشر لواحد وعشرين يعني انا في سنتين سنة تسعتاشر كان مركزي واحد وتسعين بسنة تسعتاشر انا مش عايز اصدمكم اقول لكم كنا ايه سنة اربعتاشر عشان لا داعي للصنة ولا داعي للبكاء على اللبن المسكو خلص راح اللي راح يا قلبي خلينا في تسعتاشر يعني احنا اشتغلنا لما حققنا تقدم وصلنا سنة تسعتاشر بقينا واحد دا كده كنا عملنا تقدم وصلنا الواحد وتسعين طب من سنة تسعتاشر الى سنة واحد وعشرين بقيت رقم خمسة وتمانين يعني انا حققت ست مراكز وهو مين مش عاجبه مشروعات البنية التحتية صحيح لا انا بتكلم بجد ليه لحد دلوقت احنا لسه مش قادرين نستوعب وعندنا كده البنة بنمضغها كل شوية ليش بقى كان لازم اقلع ننظرة بقى عشان نتكلم انا بتكلم بجد والله هو احنا طول الوقت عندنا البنة غريبة جدا هنعمل ايه بالبنية التحتية لازمتها ايه الطرق لازمتها ايه الكبال لازمتها ايه الأنفاء لازمتها ايه مش عارف في محطات الكهرباء لازمتها ايه محطات المعالجة لازمتها ايه محطات التحلية لازمتها ايه لازمتها انها بتقدم حضرتك في مراكز علشان خاطر هذه المراكز بتجذب الاستثمار الاستثمار هيجيلك ليه يعني انا عايزك تتصور كده ان انت قاعد في مكان صحراء جرداء لا زرعة فيها ولا ماء فجأة انت نزلت بالبراشوتة عليها ومفيش حواليك اي طرق ولا اي حاجة خالص مفيش مفيش مياه دخلالك مفيش كهرباء دخلالك مفيش صرف صح قل لي انت هتعيش هنا ازاي ملاش هتعيش لو انجيت قلتلك خد عشرة مليون دولار وابني بيت هتقول لي ايه لأ مش عايز هعمل ايه بالعشرة مليون دولار اللي هابني بيهم البيت هنا هعمل بيه ايه يعني بيت في الحتة دي هعمل بيه ايه هو ده المستثمر حضرتك تجي تقوله تعالي استثمر يقولك ليه حضرتك ما عندكش اي حاجة استثمر ليه ده انت ما عندكش اي بنية تحتية بناء عليها اقدر احط استثمراتي احط استثمراتي ومعنديش طقة احط استثمراتي ومعنديش مية احط استثمراتي ومعنديش صرف احط استثمراتي ومعنديش شبكة للنقل اقدر اخد استلم بيها مواد خام واقدر اودي بيها المنتجات بتاعتي للمواني والمطارات والمواني البرية او للمناطق اللوجستية ده مش عايز مش جاي ده منتقى البساطة طيب تعالي نشوف إحنا تقدمنا في مؤشر اللوجيستيكس تحديداً للأسواق النشأة تقدمنا سبع مراكز من 14 إلى 22 إحنا كنا في المركز 28 وارحنا إلى المركز 21 ليه؟ لأنه المؤشر ده بيشتغل زي ما كنت بقولك على تقييم الفرصة اللوجيستية الجاهزية الرقمية وده سؤال بردو يطرح أحياناً يقولك إيه؟ لازمتها إيه المناطق اللوجيستية والخدمات اللوجيستية وما أهمية مصر الرقمية؟ أهمية مصر الرقمية برضو هي جذب الاستثمار وأنت فاكر لسه الناس بره بتشتغل بالدفتر إياه روح يا نوفمبر لأ ده هو ده اللي عاوز له بقى النظارة وده الواحد يخناف في كده زي الفيلم روح يا نوفمبر تعالى يا ديسمبر فينه فينه غيره؟ أنت متخل أن العالم لسه شغال كده بجد؟ أنت متخل أن العالم لسه عنده ورقة؟ متخل أن العالم لسه فيه وحد رجل بيشير ورقة ويخب بعضه ويروح ويركب تاكسي وسرق العقد وفيلم نجيب الرحاني إيه وعا؟ نحن كده نبقى بوعات جدا يعني هيبقى ما فيش داعي اللي أنا بقوله يعني بشر الحبقة أنا كده يبقى بفق في قربة مقطوعة طبعا لا إحنا العالم كان زمان بيدحك علينا يعني مش بيدحك علينا يعني بيستعبطنا لا بيبصلنا ويعود ياتحك اللي هو هو الناس دي إيه؟ هم عايزين استثمرات ليه؟ يعني نستثمر عندهم ليه؟ وأنا أظن حكيت لكم قبل كده الاستثمرات الصينية اللي كانت جاية زمان أيام التلاتين سنة الزهبية وأول ما جم قال لك سلام عليكم وقال الدموع باي باي أنتوا تصوراتكم عن البنية التحتية تصورات تعود بالضبط كده للنصف الأول من القرن العشرين قالوا كده يعني ما أقول إيه طيب طيب تعالى نروح لكيرني وكيرني بيصنفوا إيه بقى؟ بيصنفوا تطور تجارة التجزئة في مصر فقال لك إحنا أو مصر تحديدا تقدمت تلاتة وعشرين مركز إحنا أكيد كنا سنة كانت من ستاشر لواحد وعشرين في خمس سنين أكيد في ستاشر دي إحنا كنا في ديل العالم لا عشان برضو أنت كنت بدأت تشتغل بشكل نوعي من أربعتاشر لستاشر وفي ستاشر بدأت تعمل إصلاحات هيكلية عندك في شكل الاقتصاد المصري وفي موضوعه بطبيعة الحال فأنت كنت في المركز رقم ثلاثين سنة واحد وعشرين بقت في المركز رقم سبعة إيه اللي بعده؟ صفحة تلاتة بصوا بقى نتكلم جد تعال نشوف على مؤشر التنافسية تبقى الولد ايكيناميك فورم يا سادة يا كرام إحنا في 2014 بسم الله ما شاء الله كنا المركز 119 على العالم سيبك إنت الثلاثين سنة دول ولا يوم من أيامهم أرغوك ياه 119 في مؤشر التنافسية عشان ده مش مؤشر الميديا التحتية حتى عندكش حاجة ما عندكش حاجة طيب وإيه اللي حصل يعني؟ أبد أن ولا حاجة في 2019 حضرتك قفزت الـ 26 مركز يعني أنت قعدت خمس سنين بتشتغل روح تقاف الـ 26 مركز فيه مؤشر التنافسية فيه بقيت في المركز رقم 93 طيب ده معنى إيه؟ معنى أن إحنا بنقيس على القدرة التنافسية للدول من خلال المؤسسات والسياسات والعوامل اللي إحنا بنقدر من خلالها نحدد معدلات ومستويات الإنتاجية طيب تعالي على مؤشر الشفافية المصري إحنا كنا واخدين 16 نقطة في مؤشر الشفافية 16 نقطة لا إحنا مكناش ناجحين على الحروق رجل إحنا كنا سقطين بقينا دلوقتي 43 نقطة يعني عملنا إيه ده؟ من 15 إلى 21 في 6 سنين فإحنا تحركنا من 16 نقطة يعني فضلنا 16 نقطة وتبقى الشفافية صفر ده سنة سنة 15 جينا سنة 21 بقينا 43 نقطة 43 نقطة من أصل إيه؟ 100 نقطة هيجي في يوم هنلاقي نفسنا بنقرب من الستين ومن السبعين ومن التمانين ومن التسعين آه آه بدليل أن أنا اتحركت من 16 لـ 43 ولسه قدامي مشوار بس اللي يتحرك في 6 سنين بهذا الشكل يبقى ده معناه أن أنا مثلا أجي أقول إيه؟ هحسب بعده 6 سنين؟ ماشي يعني سنة 1 من 21 لـ 6 سنين يبقى 20 27 هل هتحرك في إطار السبع وعشرين نقطة دول؟ لا بالتأكيد لا بالتأكيد أسرع بكتير لأن أنت عديت المرحلة الصعبة لأن أنت وارد جدا تلاقي نفسك قفز لك 35 نقطة كمان فتلاقي نفسك بقى في السبعين دخلت في مرحلة الجاية جدا وعلى وش امتياز طيب ده بيغطي بيغطي كل مراحل الموازنة سواء الصياغة الموافقات التنفيذ الرقابة ده مؤشر شفافية الموازنة بتاعت الدولة كنا ستاشر بسبب الإخوان واللي قبل الإخوان كنا ستاشر ماشي تعالا نشوف يا ترى هل ترى مؤشر التنمية المستدامة يعني إيه الاستدامة أظن بقينا عارفين يا فكرة الاستمرارية البقاء يستدام استدام فهو مستديم أو مستدام يعني يعني أنا عايز فرصة عمل مستدامة عارف ده معناه إيه يعني فرصة عمل طبقى لمدة 25 سنة يعني نرسل نهضة لما تقولي أنا عايز فرصة عمل مستدامة مستدامة خلال الفترة القادمة من عمري فانا كده عايز 25 سنة كمان يعني اشتغل لحد ما ابي عندي يجي 78 والله اكتر حاجة اكتر يجي 80 سنة حلوين برضو دخلوا في الصحفة ده نظر الراحة دلوقتي فعملنا قد ايه بقى اقدر اقولك احنا في 2014 كنا 66 و 18 نقطة حلو طيب ارتفعنا في هذه الاستدامة من 66 و 18 من 10 ارتفعنا تقريبا نقطتين فبقنا 68 و 17 من 10 خلي بالك التحرك في الاستدامة ده بيبقى شديد الصعوبة شديد الصعوبة بس انا حققت المركز 87 على مستوى العالم بمؤشر التنمية المستدامة العشرين اتنين وعشرين نتيجة هذا التحسن اللي هم النقطتين طيب عمليا هذا التقدم بيبقى متعلق بايه بان انا حققت تنمية فيها هذه الاستدامة هذه الاستمرارية وقدم هذه الضمانات لاجل هذه الاستدامة وهذه الاستمرارية تنمية مش بس نمو النمو ده قصة تانية خالص النمو ده زي ما كنا بنتكلم الاسبوع اللي فات 6 و 18 مثلا يعني ده كانت التقديرات بتاعتنا لكن التنمية هنا ايه بص نمو يعني هتخشي لفلوس نمو من غير تنمية يبقى هترجع على 30 سنة اياهم اللي كانوا مليون عشوائيات وكانت كسافة الفصول 106 طالب جوه الفصل او تلميس جوه الفصل وما فيش مستشفيات والناس بتموت بفايروس سي وبتموت بالفشل الكلوي والطوابير بتاعت علاج الامراض الخبيثة والمستعصية من هنا من مبنى التلفزيون لحد اخر مدان رمسيس حاجة حدوتة كده دون مبلغات يعني لو وقفنا الناس طبور نحن كنا نوصل لمصر الجديدة لو وقفناهم كلهم طبور واحد والله كانت مصيبة لكن تنمية يعني الفلوس اللي بتخشيلي نتيجة النمو الاقتصادي اقضي بيها على عشوائيات الفلوس اللي بتخشيلي نتيجة النمو الاقتصادي ابني بيها مدن اعمل بيها بنية اساسية افتح بيها مدارس جديدة اعمل بيها مستشفيات ومراكز صحية جديدة اعين المزيد من الدكاترة احاول ارفع المرتبات بتاعة الدكاترة والقطاعات الطبية على سبيل المثال أشتغل على توطين صناعة دواء أشتغل على توطين صناعات ثقيلة أعمل بيها خطوط نقل ومواصلات أبني بيها مناطق صناعية جديدة دي بقى هنا اسمها التنمية طبعا إحنا كنا إيه مقلاوة مش موجودين مش موجودين لأ أقولك إزاي في تنمية طبعا والنبي إيه والنبي إيه أم التل العقارب اللي بقى ردت السيدة ده كان معمول تل العقارب عشان يبقى مزار تعالوا يا جماعة تفرجوا على خيبتنا كانت تلاتين سنة سودة الله العظيم وبعدين جلنا الإخوان في سنة أشد سوادا طيب تحسن نقاط مصر في مؤشر السياسات الداعمة لبيئة ريادة الأعمال كنا تلاتة وثلاتة من عشر نقطة في 2015 بقى أربعة وستة من عشر نقطة في 2021 هي المسألة هنا بقى احنا بتكلمينها على ريادة أعمال طبعا أنا بقى بقيسة على إيه طبعا بقيسة على فكرة التشجيع والدعم الموجه للشركات الناشئة كل ما باقترب من رقم عشرة كل ما كان أفضل أنا كنت تلاتة وثلاتة من عشرة بقيت أربعة وستة من عشرة فأنا عاوز أقرب من رقم عشرة قدر الإمكان ده معناها أنني لازم أشجع أكتر لازم أساعد الشركات الناشئة ودعمها أكتر بكل الأوجه بكل السبل طيب تعالنا نروح على تاني World Economic Forum كل دي بالمناسبة لنا بقولك عليها دي مؤسستات دولية الأسبق موجودة قدام حضرتك على الشاشة طيب ده بيقيس مدى توافر عمالة مدربة وكفاءة أنتوا عارفين يا جماعة إحنا كان مركزنا كام سنة 2015؟ إحنا كنا رقم 105 على مستوى العالم من أصل تقريبا 194 دولة يعني كان الفرق ما بيني وما بين القاع 89 105 مصر كانت رقم 105 بقينا إيه دلوقتي لأ كنا 103 معالش أنا آسف بقينا إيه دلوقتي عم يوسف بقينا رقم 52 لسه 52 فوقنا 52 دولة لأ وكده فوقنا 51 دولة بس إحنا عملنا دفئة في 6 سنين استلمناها 103 كلنا إحنا المية واربعة مليون اعتبرنا المية مليون مواطن استلمناها في المركز 103 وصلناها للمركز 52 ده معناه في رؤية ولا ما فيش في خطوات ولا ما فيش في واحد هاللوقتي هاي يطلع يقولي بس فيه أحسن قل له حاله هات أنا أكره ما فيش حد يكره بالمناسبة فيه أحسن هات وما نحن عملين مؤتمر اقتصادي ليه عشان منقولك لو فيه أحسن قول هات عملين ليه حاجة اسمها الحوار الوطني فيه أحسن هات ما فيه محور اقتصادي هات لكن فيه أحسن واقعد عامل كده وبربش فيه أحسن واروح عامل كده هاي عامل فيه ما فيش حاجة اسمها أحسن واسكت أحسن هات قل لي كده إيه رؤيتك وريلي كده الحلول اللي تستطيع تطبيقها على أرض الواقع وبالمناسبة مش بتهكم عليك أنا بتكلم بجد قل لي فيه أحسن يلا بينا يلا بينا انطلق وانا وصل لك وزا احنا هنوصل لك اكتب بس انت تصورك في أي حاجة تشوفني خارج من الماسبير أهات التصور تلاقييني خارج من مجلس أهات التصور سيبك مني اكتب على فيسبوك التصور بتاعك كده انت راجل فهمان واقتصادي عظيم وميت فل واربعتاشر أنا مصدقك يلا قادي الجمل وقادي الجمال قالوا الجمل طلع النخلة طب قادي الجمل وقادي النخلة اطلع انت كده بتحبطنا يا عم يوسف لا أنا وحش ده انت لو كتبت ده يا عم على فيسبوك ده انت هتلاقيه يا انتشار انتشار النار في الاشيب نستخدم بقى الحاجات بتاعت الفيسبوك دي استخدام سليم بقى عايزك بقى تروح عمل كده تقعد تراجع كل المؤشرات الاقتصادية اللي موجودة في مصر وتراجع أداء الحكومة وتراجع الموازنة وتقعد كده تجيب كل الورق اللي قد كده ده تدرس وتمخمخ وتشرب شاي وقهوة وميت فل واربعتاشر وسندوتشين متينين وتقعد بقى وتروح عامل لدراسة ما تخرش الميا طلعت الدراسة جد والله لا تتناقش تتناقش ونساعدك بعنينة نوصلها لرئيس الجمهورية قدر استطاعتنا وبالمناسبة فيش حاجة ما بتوصل لوش ده بالمناسبة يعني طيب تعالى نشوف يا ترى هل ترى احنا كيونيفورستي اف نو انا مش شايف هامشاير يعيني طب ده جمعة كويسة جدا جمعة هامشاير او جمعة هامشاير الجديدة بتقول ايه بقى بتقول تقدمت مصر مركزا واحدا في مؤشر جاذبية الامتياز التجاري العالمي ايه هو الامتياز التجاري باختصار الفرانشايز اللي هي السلاسل التجارية العالمية الشهيرة سأزكت في الاكل في الشرب في اللبس في اللي مش عارف ايه طيب جاذبيتنا كانت المركز واحد وخمسين ده كان المؤشر بتاعنا في الفين وتسعتاشر واحد وعشرين بقينا المركز رقم خمسين طيب تعالا تشوف الصفحة اللي بعدها صفحة رقم اربعة انا معطلكوا جماعة في حاجة فريق البرنامج عشان اعارف بيقلاقوا لما يقولي يلا فانا بروح راضع اليوم اللهم لأ مش يلا عايزيني اجري ولا ايه اجري ولا زي ما انا مبسوطين احنا قاعدين مع بعض انا شخصان مبسوط عايزيني اجري ولا لأ صمت يبقى لأ اععد ابرز مؤشرات تطوير البنية التحتية الله تعالى برضو نشوف وولد ايكناميك فورم بسرعة حاضر اقولي بسرعة وثلاثين مركز تقدمتها مصر في مؤشر البنية التحتية احنا كنا ستة وتمانين بقنا ستة وخمسين تعالى نشوف بادو عن وولد ايكناميك فورم طيب مصر تقدمت مئة مركز في مؤشر جودة الطرق كان مركزنا لقمية وطمانتشرة يخص يخص ما لها مصر دي كانت جميلة مصر دي كانت جميلة ليه بنعمل طرق ما كانت جميلة ايه طرق اللي بتعملوها دي كنا جميلة جميلة دا تقرد تركيبة مية وطمانتاشر على مستوى العالم مية وطمانتاشر رعيب اقول ان احنا نبقى شابه دول معينة عشان محدش يزعل بقيت رقم طمانتاشر طب عارف يعني ايه بقيت رقم طمانتاشر ولا لا يعني انت بقيت احسن من بعض دول الاتحاد الاوروبي على بلاطة لو عايز تحط مقارنة يعني بقيت احسن من بعض مش من كل اهو من بعض دول الاتحاد الاوروبي انت بقيت 18 على العالم في جودة الطرق طبعا ده كان حلم وبلاش وبلاش ننسى الجملة الشهيرة بتاعة المواطن العادي اللي ركب عربية ايا كان نوعها على قد الحل الصنص فاخرة لما كنا بنمشي على الطرق ونقول ربنا يسمحهم ويجزيهم ده احنا كده هنغير عفشة عربية كل سنة ربنا مش عارف ايه انت كنت حضرتك بتاخد المشوار من 6 اكتوبر للتجمع يعني بالنسباني مثلا لو انا عايز اروح لخالي لطفي في التجمع عند مسجد الشرباطلي وانا سكن في 6 اكتوبر والنعمة مش اقل من ساعتين ونص النهاردة اطلع السياحي سجادة حرير اخري 45 دقيقة بقيت عن دخلو لطفي ربنا ادي له الصحة وحشني يا خالو طيب اركب بقى انا العربية السريعة عشان اجري بيك 100 مركز يا مولانا تعديت 100 مركز ده استثمار ده مش بس عشان احنا نمشي واحنا مبسوطين مهم نبقى مبسوطين طبعا بس ده استثمار لان ده بيوفر فلوس بيوفر طاقة بيوفر وقت فالمستثمر يجي ايه اه تمام 100 فوله 14 مايجيش واحد راجل في فوج سياحي راكب الاوتوبيس السياحي يبقى قاعد على الدائري عمال بيطنطط او انه يوصل في 900 سنة بيتحرك من الاوتل لموقع اللي مش عارف ايه اعب بقى خلاص الدوله زمزميته والدوله اكله وشربه والدوله سليبن باجي بقى يخيم فيها لا طيب تعال نشوف على سبيل المثال مصر تقدمت كم مركز في خدمة الاوتورات 11 مركز احنا كنا في المركز 45 يا مؤمن بقىنا في المركز 34 خد بالك لسه ما خلصناش ده وزارة النقل عندها كتير اتقل طيب تعال نروح على الانفيرومنتل بيرفورمنس اندكس وهنا ده المؤشر اللي بتكلم على الاداء المتعلق بالبيئة مصر اصبحت بالمركز ايه بقى قول انت 35 لا طيب الـ 25 لا انت بقيت في المركز الـ 13 على مستوى افضل الدول التي حققت تحسنا فيه نقاط مؤشر الصرف الصحي ومية الشرب خلال عشر سنين طيب مجموعك من عشر انت جايب كان بقى 9 و3 من عشر ايه انا في المركز الـ 13 على مستوى افضل الدول احمدك يا رب في ليلة اقل بهاء بكثير من هذه الليلة من عدة سنوات ايام التلاتين سنة الذهبية كان البعض من اهالينا في جمهورية مصر العربية ومش في القرى في بعض المراكز والمدن يفتحون الحنفية الصنبور فينزل مية الشرب مختلطة بالصرف الصحي ايه نسينا ولا ولا احنا لسه فكرين بس 30 سنة كانوا حلوين واحنا دلوقتي مش مبسوطين ماشي حبيبي تعالى ننقل 5 طب هقول يا جماعة طب احنا في مؤشر تطوير البيئة التحتية كنا في 103 بقى ايه رقم 39 البيئة التحتية البرية والبحرية مطارات احنا كنا رقم 63 بقى ايه في المركز 32 طيب تراجعنا كم نقطة في سكان العشوائيات خمسة واربعة من عشرة تراجع في سكان العشوائيات اه تخيل مصر مصر جمهورية مصر العربية مصر ام العرب مصر قائدة افريقيا مصر كان عايش فيها تقريبا 11% من سكانها في العشوائيات 11% عشان الامانة 10 و 6 من 10 ده سنة 14 علشان هي مصر وعشان اللي بيحكمها مصر بجد فاشتغل على كده وقال بالظبط نصا لا يليق انه المصريين يعيشوا كده فبدل 10 و 6 من 10 بقنا 5 و 2 من 10 ولا زال العمل مستمرا وبالمناسبة 5 و 2 من 10 ده سنة 18 يعني من 4 سنين لو طلع التقرير بتاع الولد ايكنوميك فورم النهاردة اكيد اكيد بعد 4 سنين هيطلع أقل من كده كتير يعني ما ظنش هيتعدى 1% ما اظنش 5 يا زيما علشان ما يزعلش مني ايه النظيمة طيب تعالى نشوف تقدم مصر في مؤشر جاهزية الشبكات تقدمنا 14 مركز احنا كنا 91 بقينا 77 تعالى نشوف جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي طبعا ده لو كانت قال مثلا سنة 2009 يعني هنكون ناخد المركز رقم احنا 194 ده اقوله في الام التالي احنا هناخد المركز 197 اه اخد بالك دول في 30 سنة اللي قالك عليه بقي ومصر تقتها أشواطا في سبيل تقدم في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والبطخات اه لا يا فندم حضرتك سنة 2019 كنت في مركز 111 على مستوى العالم ده في 2014 كان مركزك 111 في 21 بقيت المركز 65 في انتظار تقييم سنة 22 تعال نشوف اداء منظم الاتصالات سنة 14 كان الاداء مركزك 81% اه رقم 81 سنة 20 بقيت رقم 41 طيب تبقى الام التحدى مباشرة الانتظار تقول مصر حققت المركز 103 عالميا في مؤشر تطوير الحكومة الالكترونية سنة 22 بعد التحسن بمجموع النقاط طيب تعالي بقى نشوف مؤسسة رولند بيرجا بتقول ايه بتقول مصر تقدمت مركزين في مؤشر الشمول الرقمي اه يعني مسألة الوصول الشامل والمتساوي للتكنولوجيا للجميع خلينا نحطها كده شار التكنولوجيا للجميع احنا كنا فين سنة 17 52 بقينا كام سنة 20 20 50 انا اعتقد ان احنا تقدمنا تقدمنا لنا مركزين ثلاثة خلال السنتين اللي فاتوا مجرد اعتقاد ده ملوش علاقة بالمثبت امام حضراتكم بالوثائق والدراسة طيب تعالي نروح على ITU وهم شايفين مصر في مسألة التأمين السايبراني تأمين العمليات السايبرانية او العمليات اللي احنا بنسميها اونلاين طيب احنا كنا محققين سنة 14 58 و 58 من 10 نقطة بقينا 95 و 58 نقطة طيب مركزنا كام على مستوى العالم رقم 23 برضو اي انك افضل من بعض دول الاتحاد الاوروبي في التأمين السايبراني تخيل طيب تعالى كيرني بيقولوا مصر حفظت على مركزها الاول اقليميا وقريا في مؤشر كيرني لمواقع الخدمات العالمية تخيل ينهر بيض يعني بيئة الاعمال وتوفير العمال الماهرة والجاذبية المالية وبتاع انت بقيت المركز الاول على مستوى الاقليم اي الشرق الاوسط ومنطقة العربية وعلى مستوى افريقيا تعالى نروح بسرعة على صفحة رقم 6 قطاع الطاقة احنا كنا في المركز 81 سنة 18 21 بيئة رقم 76 التحول الفعال في مجال الطاقة التحول الفعال يعني القدرة على دعم النمو الاقتصادي الوصول الشامل لامدادات الطاقة وبالمناسبة طاقة آمنة موثوقة قائمة على اهداف الاستدامة يعني كما انت بقى طاقة مستدامة وصديقة للبيئة طب تعالى نشوف الورد انجي كونسل مجلس الطاقة العالمي بيقول ايه بيقول يا جماعة انتوا في مصر تقدمتوا 31 مركز خلال سبع سنين حضراتكم كنتوا في المركز 85 بقيتوا في المركز 54 طيب يعني ايه يعني يجي يقولك مؤشر الطاقة في الحالة دي بنعتمد على 3 عوامل واحد الامن العدالة التوزيع المستدام طيب تعالى نشوف ايه وعي شايفينا فين بيقولوا مصر تقدمت 13 مركز من سنة 15 لسنة 22 احنا كنا في المركز كان بقى 39 بقيتنا 26 واصبحنا من مؤشر بقيتنا من اكتر الدول جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة شمس وكهرومائية ورياح وهكذا طيب وهيدولوجين وما الى ذلك تعالى نشوف CCPI انه هو Climate Change Performance Index بيقول ايه بيقول احنا تقدمنا خمس مراكز بص انا عارف ان في بعض هذه الامور انتوا واحد انت عارف ان احنا في الغاز يعني امكان بسرعة كده اقول هذا احنا كنا في المركز 13 بقى ايه اصب في المركز 18 بقى ايه في المركز 13 عالميا في مسألة انتاج الغاز ايه اللي انا عايز اقوله لك من وراء كل هذا الكلام الرائع حتى نصل الى صفحات الى الاخيرة اللي بتتكلم على السياحة والاثار احنا بحققين حاجات تقدم 32 مركز 20 مركز 38 مركز 7 مركز الى اخره لما تيجي تشوف مثلا CNN Travel بتقولك مصر ضمن افضل المقاسد السياحية للسفر اليها في خريف 22 يعني السنة دي تعالوا نورونا جماعة الخريف عندنا ده والله العظيم انا في رأي احلى فصل في مصر في السنة الخريف في مصر ساحر احلى فصل حقيقي يعني انا حب الخريف المصري اكتر من الربيع في مصر الربيع بتاعنا بوده فيه ريحة الخمسين وما الى ذلك صحيح الاشجار بتزهر وتبقى لطيفة كده السي الخريف ده فصل جميل لا منه برد ولا منه حر وعظم الخريف ده Trip Advisor الموقع الشهير بيقولك اختيار مدينتي القاهرة والاقصر كأحد افضل الوجهات السياحية على مستوى العالم لسنة 22 Lonely Planet بيقولك مصر ضمن افضل عشر وجهات سياحية لزيارتها سنة 22 Dive مصر تحصل على المركز الثاني كأفضل وجهة للغوص في العالم لسنة 21 وفقا لمجلة Dive Magazine Global Finance بتقول مصر تقدمت 38 مركز من ضمن الدول الاكثر امانا للسائحين في ظل الكورونا عشان ما ستبقى فاهم يعني ايه اللي انا عايز اقول لحضرتك بعيدا عن الندارة التركوز ام ودرعات خضرة كل اللي انا قلته لك ده عشان ما طولش عليك مصر حققت تقدم ملحوظ بشهادة كل الناس في العالم وفي كل القطاعات الاقتصادية يعني وحنا بنبص شوف هتلاقي التقى والبيئة هتلاقي التنمية البشرية هتلاقي التعليم والبحث العين انا قلتك التعليم والبحث العين والله العظيم تتخض هتقوله احنا مكناش بنتعلم قبل كده المؤشر الاجتماعي الله من الحاجات الحلوة دي ماشي نبقى ناخده يوم تاي المواطنة والتعايش والمساواة مصر بتقدم 56 مركز الجوائزة العالمية زي ما كنتم قلتك في قطاع السياحة والاثار التحول الرقمي البنية التحتية الاقتصاد دا شرحته لكم الاقتصاد برضو انا شرحته لكم الاقتصاد انا شرحته لكم نتكلم لنا هنا على صناعة وقتاق هاتلي قطاع واحد محققتش فيه تقدم علشان ما حدش لما حد يجي يقولك الاخوان ومن شبههم يعني ما يجي يقولك حصلش اي حاجة في مصر مصر ما تغيرتش مصر بتغرق مصر بتضيع مصر بتفلس مصر بتنحدر مصر بتتدهور طب وكل دا ايه دا انا مش عارف احكيلك ما عنديش وقت احكي لحضرتك كل دا بالتفصيل ما عنديش وقت وخد بالك دا دا اللي ما عنديش وقت ليه بمنتهى منتهى التلخيص والتركيز يعني حقيقة ورقم حقيقة ورقم حقيقة ورقم يعني حقيقة بجد مش هزار بجد شكر المركز الاعلامي في مجلس الوزراء على الشغل دا لكن الشكر الاكبر الشكر الاكبر يذهب لما نوضع هذه الرؤية والاستراتيجية اللي اتنططك كل هذه المراكز شكر طبعا فوق لربنا سبحانه وتعالى سأنا هنا بكلمك على الكائن البشري الانسان العقل اللي خلانا عملنا كده احنا كنا في العدم وعملنا كده طيب السؤال بقى هو دا كلام مين يا يوسف انا قاوس بطالوا بقى انتوا بتطبلوا بقى وجعتوا دمجنا بقى انا مش قادر والله مش احنا احنا وحشين حلوة كده يوسف وحش وعمر وحش ولميس وحشة وشردي كلنا وحشين بس دول مؤسسات دولية حلوين يعجبوك القدر فبيدلسوا ويزيفوا ويطلعوا ارقام كده عشان خايفين مني يبقى انا اكيد جامد انا كده دولة اوعى ولا روسيا ولا امريكا ولا فرنسا ولا انجلترا ولا حد ولا حد يقدر علي ده انا المثبت العالم بيفصلولي ارقام على مزاجي يبقى انا صح برضو طب ولو هم مش خايفين مني وبيشتغلوا بما يرضي الله وطبعا ده الطبيعي وده الحقيقة يبقى انا صح جدا اوه خالص